وجه مدعي عام أمن الدولة إلى منفذ عملية السطو المسلح على البنك العربي الإسلامي في منطقة خلدة بعمان تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالإضافة إلى تهمتين تعريض الموارد الاقتصادية للخطر وجناية الصرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح وقرر المدعي العام توقيف منفذ عملية السطو البالغ من العمر 36 عاما في مركز إصلاح وتأهيل جويدة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية وفي حال إدانته من قبل محكمة أمن الدولة يواجه منفذ العملية عقوبة السجن لمدة 15 عاما هي مدة العقوبة في حدها الأعلى وفقا لقانون منع مكافحة الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته وكانت مصادر أمنية بيّنت أن منفذ عملية السطو برر فعلته بتعرضه لضائقة مالية راكمت عليه ديون مالية وأنه قام على إسر ذلك بسرقة 60 ألف دينار حاول الفرار بها إلى خارج البلاد اشتركوا في القناة